بناء على توجيهات القيادة السياسية في البلاد تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتي تورد مواد إغاثية ومساعدات صحية إلى تونس ضمن الجسر الجوي العسكري والذي شمل 1100 استوانة غاز أكسجين و40 طن من الأكسجين السائل عبر ثلاث رحلات حيث تم توزيع هذه المساعدات على المستشفيات التونسية بالتنسيق مع السفارة الكويتية والسلطات الصحية في تونس التي شهدت في الفترة الأخيرة طفرة حادة في انتشار فيروس كورونا حيث سجلت أرقام قياسية في أعداد الإصابات وأعداد الوفيات كما قامت جمعية الهلال الأحمر بمد يد العون بإرسال أجهزة ومسلزمات طبية إلى جمهورية نيبال الصديقة لمساعدتها في مكافحة تفشي جائحة كورونا طبعا تونس منظم الدول الهلال الأحمر الكويتي يقدم لها المساعدات الطبية والإغاثية بشكل سريع استجابة للنداء قدمتها تونس بخصوص تفشي كورونا في بلدهم لذلك سارعت القيادة السياسية والحكومة من خلال هلال الأحمر الكويتي بإرسال مساعدة طبية عاجلة تضمن أكسجين معدات طبية أجهزة طبية كمامات معاقمات والله الحمد استيرت الكويت ثلاث طائرات من ضمن الجسر الجوي وفي هناك استمرار لتوفير هذه أجهزة التنفس والمعدات والكمامات لإخواننا وأشقائنا في تونس نسأل سلام الجميع وعدوا من هذه الكارثة أسميها أنا والوباء شاء الله خلال الفترة المقبلة لكن هلال الأحمر الكويتي طلع إلى تقديم العون والمساعدة لكثير من الدول خاصة بضل جائحة كورونا هلال الأحمر بذل جهد كبير بتوفير الأجهزة الطبية والجهزة التنفس من إلى نيبال ومن سرلينكا وإلى الهند إلى البوسنة الهرسك إلى جورجيا إلى الصومال كثير من الدول التي عانت جراء فيروس كورونا وآخرهم طبعا كان تونس وقبلها كانت في لبنان تجهيز معدات طبية ومواد غذائية بلان على طلب الأشقاء في الهلال الأحمر التونسي وأيضا بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بسعادة السفير الضفيري موجود في تونس طبعا نحن عملنا كان بطلب جسر جوي ممثلة بقاعدة عبدالنبارك الجوية اللي قامت مشكورة بنقل هذه المعدات بالسرعة الممكنة ولله الحمد تم إرسال معدات طبية وسلندرات أكسجين وأجهزة أكسجين أيضا لكانت هذه هي الأشياء الضرورية اللي هم بحاجة لها ولله الحمد وفقنا بإرسال هذا الجسر الجوي إلى أشقنا في تونس وكان آخرها يمكن أو يعني الرحلة الأخيرة كانت هي أول أمس ولله الحمد المساعدات كلها وصلت الجسر مستمر وإحنا باستعداد لتلبي كل النداءات اللي يقدمونها أخوانا في تونس اللي احتياجاتهم لكوفيد نايتين وإن شاء الله بإذن الله يتقلبون على هذا الوباء الخبيث إن شاء الله ما تقوم به جمعية الهلال الأحمر الكويتي ليس جديدا وإنما استمرارا لنهج الكويت التي تحقق تطلعاتها في الدعم والمساندة لأصحاب الحاجات والأسر المحتاجة داخل الكويت إضافة إلى مد جسور التعاون والعطاء مع كل الشعوب الشقيقة والصديقة وخصوصا المنكوبين والمتضررين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل وما فوق العرقان اي تي بي العدالة